أنه أنا وتحدث فيه الضيوف الكرام هو الذي أدى يعني منهم بعيدين عن أفكار محور المقاومة عرف أن هناك سيناريو لإسقاط الدولة السورية عرف أن الهدف هو إسقاط محور المقاومة وهذا العمود الأساسي من اللحظة الأولى أستاذ أنيس من اللحظة الأولى عرف على أن هذا هو المستهدف السيناريوهات تختلف ليست حرب نظامية عن طريق السورات الملونة هذا أسلوب تفشل السورات الملونة نلجأ إلى المنظمات المسلحة والإرهابية إلى أعلى مستوى وهو داعش ولكن منذ البداية كان يعرف ما هو المستهدف هو النظام والدولة السورية بمكوناتها كدولة وكرئيس وكجيش وكشعب ومكونات وموقع جغرافي هذا ما فيه شك فيه ولذلك كان الحوار أنه ما الذي يجب أن نواجه فيه فكان صعوبة من البداية أن يتحرك محور المقاومة ويتدخل بغير سيناريو إصلاح ذات البين لأنه كان بعدها في البداية تظاهرات والبعض يقول أن هذا شبيه بما يحصل في الدول الأغرب ولكن عندما دخلت المجموعات المسلحة وليست فقط سوريا بل بحسب اعترافهم 80 ألف مسلح من الخارج يعني من أجانب متعددي الجنسيات ومن جمعهم الشيشان والإيغور من الصين ومن روسيا هذا أيضا زاد في التفاعل مع الرئيس بوتين يعني بيّن على أن هؤلاء عند إذا انتهوا في سوريا سيأتون إلى منطقة القوقاز ويتحركون في تلقى المنطقة ولذلك الرئيس بوتين في أربع مناسبات علنية قال وجودنا في سوريا هو لمحاربة الإرهاب قبل أن يصل إلينا هذه أحد الأسباب الرئيسية السبب الآخر هو توازن القوى بالعالم الذي تحدث عنه الأخوة بأنه لا تسقط المنطقة بيد أمريكا وتحرم روسيا من وجودها في هذه المنطقة ولذلك كان القرار ما أن أصبح مسموحا وواضحا وجليا تدخل الأجنب السافر والعمل المسلح أننا سنكون حيث يجب أن نكون وإذا كان مطلوب أن نكون في سوريا سنكون في سوريا إذا كان مطلوب أن نكون في العراق نكون في العراق في أي مكان يتم التحدي على هذه المنطقة محور المقاومة سيواجه ولن يترك القوى الأخرى لكي تملأ هذا الفراغ